محافظ صلاح الديني وجه لرعاية بيوت الله في جميع المناطق ويطلع على الاحتياجات اللوجستية لانفوضية الانتخابات العامري يقود مهمة وساطة للتهديئة السياسية ومراقبنا يؤشرون دعما سنيا وكرديا لخيار احترام التوقيتات الدستورية محللون يصفون تظاهرات العراقية بالإستثناء العالمية الأول كونها تستبدل الاحتجاج الشعبي بصراع قوى السلطة والعراق يتعقب أثر خمسمائة إرهابي خطير في سوريا وتطميناتهم بتأمين رواتب الموظفين بعد نهاية السنة المالية ومن عنوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من تكريت أهلا بكم حيث نقش اسماعيل خدير الهلوب محافظ صلاح الدين مع مديري أوقاف المحافظة والضاحة علي عبد ومديري أوقاف سمراء الدكتور جاسم داود سلمان الخطة الخاصة بصيانة المساجد والمعالم الأثرية والتراثية في عدد من مدن المحافظة وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تنسيق الجهود بين المحافظة وديوان الوقف السني لتنفيذ العمل موجها لتشكيل فريق عمل متكامل للنهوض بصيانة المساجد بما يليق بمحافظة صلاح الدين وتاريخها العريقة وطلع محافظ صلاح الدين خلال زيارته لمكتب الانتخابات في المحافظة ولقائه مدير المكتب حامد علوان عن واقع حال الدائرة واحتياجاتها وآلية تسجيل الناخبين ومتابعة المتطلبات الأمنية والسلام الوقائية في مخازن الدائرة ووجه المحافظ لنظري في احتياجات الدائرة وأخذها بعين الاعتبار لما يصم في تقويم الأداء وممارسة أعمالها على أكمل وجهه وفي ملف ليس ببعيد عن الاحتياجات الإنسانية وبعد سنوات طويلة مرت على عودة الكثير من النازحين إلى قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ولا زالت المناشدات ذاتها تتكرر بين حين وآخر تتعالى فيها أصوات العائدين لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم ووجهت الأسر نداءات للجهات المختصة لاتخاذ تدابير الإسراع في إطلاق مستحقات تعويضهم لترميم البيوت وعودة الحياة إلى طبيعتها تفاصيل أخرى في تقرير مراسلنا من بلد عبدالجبار مهدي بعد تحرير مناطق جنوبية صلاح الدين من سطوة داعش الإرهابي وعودة جميع النازحين لمناطقهم وتدمير ما يقارب 50% من المتلكات العامة والأراضي الزراعية كمناطق يثرب وعزيز بلد والظلوعية والإسحاقي حكومة يثرب المحلية دعت الجهات المختصة بتخفيف الروتينما منازحين العائدين وتعويضهم وذلك للاستقرار لمناطقهم وعودة الحياة الطبيعية لمزاولة أعمالهم لأن أغلب مناطق جنوبية المحافظة من شريحة المزارعين بحقيقة عن التعويضات هذا الموضوع المهم هذا الموضوع الحي والحساس وهو مطلب عام ومطلب جماهيري وهو حقيقة محل تساؤل ومحل جدل من قبل جميع المواطنين في ناحية يثرب الحقيقة لدينا ألف معاملة تقريبا تخص المتلكات ولدينا 500 معاملة تقريبا تخص الشهداء والجرحى إضافة إلى جميعها مشمولة بموجب القانون عشرين للتعويضات هذا الروتين القاتل هذا قضية التأخير ولد الإحباط لدى الناس يقتضي تدخل من حكومة محلية في المحافظة ويقتضي تدخل من الحكومة المركزية وإيجاد حلول إصدار قرارات أو تعليمات مجددة تكسر هذا الروتين وتختزله وبالتالي تؤمن وتسهل المواطن الحصول على مستحقاته لغرض بناء نفسه وكيانه مجددا للموارسة بالحياة وبناء هذه الناحية وإعمارها مجددا الحقيقة صدرت لدينا توصيات حوالي 100 للمتلكات وخمسين توصيات للشهداء والجرحى وبالتالي هي قليلة فيما يخص العدد الإجمالي كنسبة وتناسب لعدد المعاملات المقدمة قد الإنجاز وهي لا تزال أيضا مجرد توصية يعني يقتضي بعد ذلك وصولها إلى اللجنة المركزية في بغداد وبالتالي الموافقة وصرف المستحقات ورصدها وقضية استلام المبالغ وقضية تضمينها بالموازنة وقضية إيصالها إلى المواطن قضية لا تزال بعيدة جدا قضية لا تزال هي بعيدة عن الاهتمامات وقضية لا تزال هي مثار جدل وأصبح جميع الناس محبطة وبالتالي هذه هي استحقاقات ومهمة وحيوية وأساسية جدا لدينا عمل يومي مقسم على الأحد شهداء الاثنين جرحاء الثلاثة ممتلكات الممتلكات تخص الدور البساتيين المحلات الممتلكات العامة نسبة الإنجاز اليومي من 15 معاملة إلى 50 معاملة وفي اليوم الواحد لدينا كادر قليل نحتاج إلى عدد أياد في المكتب نحن نطلب السيد المحافظ أن يجهز المكتب لم يتم تجهيز المكتب بأي مادة ألا هالي طالبوا بتسريع الإجراءات القانونية لتعويض شريحة الشهداء والجرحة والممتلكات العامة التي فقدها بنا دخول عصابة داعش وتخريبها نطالب من الحكومة المحلية تسهيل الإجراءات البسيطة بالتعويضات لا سيما سلامة الموقف الأمني إذ يطلب من المواطن سلامة موقف أمني من يثرب ومن صلاح الدين وليس فقط من صلاح الدين يعني بعدين يريدون من جنوب محافظة صلاح الدين وسلامة الموقف الأمني من بغداد وهذه الإجراءات كل وحدة يطلب سلامة موقف يعني يطول أكثر من 6 شهر إلى 8 شهر وبالتالي المواطن الآن ساكن خارج بيته اليوم نطالب أنه من أروح قاني القضاء ناحية الضلوعية أشوف الأعمار درجة أولى 100% من أروح القضاء بلد أعمار 100% نفس المسؤول على المحافظة صلاح الدين وعلى نفس الأغذية والنواحية نفس الخدمات يعني ونفس الرقابة لكن ناحية يثرب منكوبة ماكو أي إنسان أي مسؤول دخل للمنطقة وقال آني هاي المنطقة منكوبة ومتضررة من الأرهاب ونتمنى من المحافظة الجديدة يجيزور ناحية يثرب ويشوف البيوت المفلشة البساطين المهجورة حتى ماء يعني حتى ماء للبساطين ما نقدر لحد الآن الحكومة ما عوضتنا إلا القليل الناس اللي استفادوا وتعوضوا الله إن شاء الله يبارك بعملهم الله بالخير عليهم لكن نحن أهم أنا من المتضررين الأوائل اعتبر نفسي بالمنطقة الحمد لله إحنا نزحنا سالمين ورجعنا سالمين وهذا فضل الله والحمد لله هذا فضل كبير لكن الأمور الإدارية راح للبيت والسيارة والمحل والبستان يمكن إثمانية دونة وجامعنا اللي هو بيتنا بأراضينا تدمير ماله مئة بالمئة والحمد لله بدأنا نعيده إن شاء الله من جديد بعد استقرار المناطق المحررة وإعادة النازحين وبناء ما خربه داعش مواطن جنوب المحافظة يطالبون الجهات المعنية بتعويضه عما فقدوه من قضاء بلد عبدالجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية ولأن الاستقرار والأعمار يكمل بعضهما البعض كثفت قوات اللواء الحادي وثلاثين ضمن قيادة عمليات صلاح الدين الحج الشعبي انتشارها في قضاء بيجي وناحية الصينية بهدف تأمينهما وذكر أعلام الحاشد في بيانا أن قوات اللواء وسعت انتشارها الأمني لتأمين وحماية القضاء الذي يضم مصفى بيجي ومشاءات حكومية أخرى وناحية الصينية ومحيطيهما تمكنت شرطة صلاح الدين من انقاذ طفلين من الغرقي فيما ناشدت الأسر لانتباه إلى ضوابط السباحة في دجلة لمنح وقوع حوادث مأساوية ومراقبة الفئات العمرية التي لا تقدر خطر السباحة من دون إجراءات حماية وقالت الشرطة في بيانا أنه نتيجة لرد الفعل السريع من قبل قسم الشرطة النهرية ومن خلال مفارده المتواجدة في نهر دجلة بيتكريت تمكن من انقاذ طفلين في اللحظات الأخيرة من غرقهم وانتشالهم أحياء وتسليمهم لذويهم مؤكدة في الوقت ذاته رفع حالة التأهب لمنع تكرار حالة الغرقي بالموسم الحالي أحصدت وزارة التجارة الكميات المستلمة والمنقولة من حبوب صلاح الدين فيما أوجزت مشاريع توسيع طاقات الخزنية للحبوب في المحافظة وقال مدير فرع الحبوب في صلاح الدين جاسم محمد الجميلي أن الموسم التسويقي انتهى في عموم مواقع المحافظة بإجمال 296 ألف طن شملت جميع مواقع الفرع وأكد وجوب مشاريع لتوسيع الطاقات الخزنية موضحا أنه بوشير بإنشائها على نفقة ديوان المحافظة لتوسيع الطاقات الخزنية وتمثلت في إنشاء مجمع حبوب الإسحاقي وإنشاء مجمع حبوب دجلة في مكشيفة مطالبا الحكومة المحلية أعطاء تلك المشاريع أولوية قصوة للإسراع في إنجازها استعدادا للموسم القادم وبالذهاب إلى أربيل وبغداد حيث الأجواء السياسية ساخنة في أحداثها وتوقيتاتها يواصل رئيس تحالف الفتحاد العامري مهمته لتهديئة بين الإطار والتيارة محاولا جمع غالبية القوى السياسية على طاولة حوار لمنع الذهاب إلى الظروف الاستثنائية فيما يؤكد سياسيون أن موقف البيتين السني والكردي داعم لخيار التهديئة والحوار ضمن محددات الدستورة خاصة بعد تأكيد القضاء عدم صلاحية حل البرلمان وكان العامري قد استطلع في اجتماعات بغداد موقف البيت السني من طاولة الحوار ووجد رأيا ساندا لخيار التهديئة ووقف الشحن السياسي وبما يمنح المؤسستين التشريعية والقضائية رسم ملامح المرحلة المقبلة ولا ترفض مبادرة للعامري خيار التظاهرات التي دعا إليها الصدر طالما يتم تنظيمها بظروف أمنية وسياسية لا تهدد الاستقرار مثلما لا تعطي لجهة دون غيرها حق تقرير مقصير العملية السياسية واستقرار العراق وفي ذات التوجه رأى تحالف العزم أن حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن يكون وفق الأطر الدستورية والقانونية والاتفاقات السياسية بين جميع الأطراف دون تهميش طرف واتخاذ القرارات بشكل منفرد وأكد التحالف في بيان ضرورة العمل المشترك لحوار وطني شامل بين الأطراف ذات الصلة ويتعهد بدعم كل الخطوات التي من شأنها أنهاء الأزمة وحالة الانسداد السياسي الرهنة مشيرا إلى التزامات وطنية تجاه الشعب العراقي وفي مقدمتها إقرار الموازنات لهذا العام والعام القادم وضمان حقوق واحتياجات المناطق المحررة إضافة إلى ضرورة احترام القضاء واحترام ما يصدر من قرارات العزم أكد في بيانه على ضرورة البدء بتشكيل حكومة جديدة لغرض إجراء الخطوات اللازمة للانتخابات المبكرة في حال حصول إجماع وتوافق وطني إيزاءها بغير تلك الاستعدادات والخطوات فنذهب إلى أي إجراء خارج الدستور هو تضيع لمصالح الشعب الضرورية والمخاطرة بمستقبل الوطن وبينما لا يستبعد المتابعون اتفاق العامري وبارزاني على خارجة طريق مشتركة لوح الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى وساطة كردية جديدة لتقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي وتيار صدري وقال المتحدث باسم الحزب مهدي الفيلي إنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة تدخل الأطراف الكردية كوساطة لتقريب وجهات النظر بين التنسيقي وصدري وأضاف أن مقبولية الاتحاد والديمقراطي لدى أطرافين تؤهلهما للعب الدول المحوري في التهديئة بين التيار والإطار وبما يؤسس لفك الاختناق بين الفريقين وبعيدا عن خيارات تهديئة سواء في اتفاقية أربيل 2 أو على طاولة حوار وطني فقد أشر المراقبون والمختصون حالة استثنائية في تظاهرات العراق مشيرنا إلى أنها تمثل رؤى سياسية لقوى مشاركة في السلطة تحاول إظهار سيطرتها على الشارع العراقي وقال المراقبون أن تحشيد الأنصار في الشوارع يعني عدم وجود خارطة محددة للحل والمعالجات الواقعية مضيفين أن تظاهرات العراق تمثل استثناء في طبيعة الاحتجاجات التي تكون شعبية ضد السلطة ففي العراق أصحاب السلطة يتظاهرون ضد بعضهم البعض ويتفق المختصون مع بعضهم في صعوبة التوصل إلى نهاية سعيدة من زخم تظاهرات من دون طاولة حوار موسع تراعي ثوابت ومخرجات العملية السياسية في العراق وتداخل المصالح الإقليمية والدولية وطبيعة التحالفات بين مختلف أركان المشهد العراقي وعلى مسافة ليست بعيدة عن تزاحم المشهد السياسي اعتبرت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية الأخبار التي يتم تداولها حول الخطر الذي تشكله الأسر التي تم نقلها من مخيم الهول إلى الجدعى بالمبالغ فيها وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير أن الأسر في مخيم الهول يتم تدقيقها أمنيا قبل نقلهم وفي حالة وجود أي مؤشر أمنيا ضد أي أسرة يتم اعتقالها مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي مشكلة أمنية أو إجراءات اتخذت هذه الأسر مخالفة للقانون أو شبهات تستدل على أنهم عناصر مسيئة في المجتمع وأضاف أن أكثر الذين يتم نقلهم نساء وشيوخ كبار بعد أن يتم تدقيقهم أمنيا وهم تحت مراقبة وامتابعة الأجهزة الأمنية في المخيم وحتى بعد خروجهم يتم التنسيق مع مناطق عودتهم ومتابعتهم من قبل الجهات الأمنية في تلك المناطق وفيما أبدى المتحدث باسم العشار العربية في محافظة نينوان زحم الحويتة رفضه التام لإعادة وجبة جديدة من أسر داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوان أكد الخبير الأمني المحلي خليل الشمري أن العراق يتعقب 500 إرهابيا في مخيم الهول وقال الشمري أن الدوائر الأمنية العراقية لديها تفاصيل مهمة عن أسماء قيادات وعناصر داعشية عراقية جنسية في الهول ارتكبت مجازر في المناطق المحررة خاصة الموصل وديالة وصلاح الدين والأنبار مؤكدا أنه وفق معلوماته تم استلام نحو 200 منهم في الأشهر الماضية نفى وزير المالية علي علاوي احتمالية تعطل الرواتب أو تؤثرها بالأزمة السياسية وقال أن الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة 2021 وتستطيع الحكومة من خلالها تمويل نفقات بمبلغ يتراوح بين 100 و120 تليليون دينار وأضاف أنه في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيفرض على الحكومة الانفاق وفق موازنة العام الماضي لتقدم باتجاه مشاريع وستثمارات جديدة وفي ملف آخر مرتبط بديمومة العملية السياسية أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابي جمال كوتر قدرة الحكومة الحالية على توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات وقال أن الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير من السابق وأن لدى الحكومة القدرة على توفير الميزانية المطلوبة لإجراء الانتخابات وأوضح أن هناك طريقتين لتوفير الميزانية والاحتياجات الأخرى للانتخابات بطلب الحكومة من وزارة المالية منح سلفة إلى مفوضية الانتخابات لتقوم بعملها ثم تدرج هذه السلفة في موازنة 2023 أو منح البرلمان فرصة أقرار قانون خاص بتوفير جميع مسلدمات الانتخابات القانونية والمالية وفي سياق ذي سيلة بالموارد وأبواب صرفها تضاربت الأرقام بشأن انتاج العراق المتحقق من النفط في شهر تموز حيث دعت بزارة النفط العراقية تحقيق انتاج أكبر من الحصة المحددة من أوبك إلا أن تقرير الشهري للمنظمة الدولية أظهر أن العراق أنتج أقل من حصته المحددة بـ 2% وتابعا العراق زاد انتاجه بمقدار 30 ألف برميل يوميا ليصل إلى 447 ألف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021 وبفقدان 84 ألف برميل يوميا في تموز وبمعدل سعر يفوق 100 دولار للبرميل يعني أن العراق خسر أكثر من 4 مليار دولار نتيجة عدم قدرته على تحقيق الانتاج المحدد أفق أوبك انتشار عيادات التجميل لم يكن أمرا كافيا لإغراء الكثير من الناس لارتياد تلك العيادات إذ لا زال تخوف من الأخطاء الواردة والمنتشرة أثناء إجراء العمليات مانعا من إجرائها وهو ما دفع البعض لمطالبة الجهات الطبية المختصة مراقبة مراكز التجميل وعلى العاملين فيها للتأكد من إمكانياتهم وتجنب تعرض الزبائن للمخاطر والأخطاء الطبية المتكررة الزميلة أسيل نوري والتفاصيل بالرغم من انتشار العيادات التجميلية في تكريت والإقبال النسبي عليها نظرا لتحسن الواقع المعيشي في المدينة لا تزال حالة عدم الثقة لدى بعض المواطنين من ارتياد هذه المراكز بسبب عدم ثقتهم بالإجراءات الرقابية على صالونات ومراكز التجميل من قبل الجهات المختصة خصوصا وأن عمليات التجميل أصبحت تجارة يمارسها حتى من غير ذوي الإختصاص صراحة مو كل مراكز عدنا ثقة بيها لأن تعرفين الجهات المعنية مو حيل أكو رقابة بالموضوع وكوهس صالونات قاموا يفتحون مراكز بهاي الحالة الناس لازم مو أي مركز يوجون يشتغلون بي لازم يتأكدون إذا هو مؤهل أو مرخص أو لا رقابة ماكو بهذا الموضوع وكوهيدة صير حالات أخطاء هو عالم لا تتأذى من مواد رديئة لأنه بسبب أنه ماكو أي ماكو تسليت ضوء على هالموضوع يعني أغلبية هسا صالون هي أصلا مو يم الموضوع مو خريجة أصلا تشتغل في لاربوتوكس والله شنو سعر أرخاص ما يقدرون أنه هاي المواد ممكن يسبب مشاكل إذا ما تجعله مكان مختص بهذا الموضوع وطبيب مختص بالموضوع فما أنصح له يعني على أي مركز يروح يراجعون ويسعون لازم مركز موثوق به فيما يشدد مختصون بالطب التجميلي على ضرورة أن تتخذت جهات الرقابية دورا أكبر وتشديد الرقابة على عمل صالونات التجميل التي أخذ البعض منها يمارسوا عمليات التجميل دون رقيب فضلا عن بعض مراكز التجميل التي يديرها من غير ذوي الإختصاص مثل ما تعرفون يعني موضوع التجميل والصار هوس بالمجتمع فهذا الموضوع كلش مهم مهم لصحة المجتمع بشكل عام وتوعية وتثقيف للمواطن حتى يعرف أنت يعني الوين يتجه مثل ما تعرفين يعني وسائل التواصل الاجتماعي نشرت صار انتشار بهذا الموضوع التجميل ثقافة التجميل وصار تجاوز تجاوز على هاي المهنة من قبل أشخاص مالهم علاقة يعني يعني أصلا ممكن مواطبة أصلا فإحنا نحث يعني الجهات المختصة متابعة هذه المراكز أو مثل ما تقولون يعني صالونات أو أماكن يستخدم بها تستخدم بها مواد هي تعتبر تجميلية قد تكون غير مرخصة وداخلة بشكل غير صحيح فيعني نحث الجهات المختصة متابعة ومراقبة هذه المراكز احنا نحب يعني عن طريقكم ننوه يعني المواطن ونوعي وسائل التواصل صار يعني نشر يعني مثل ما تقولون العلاجات بصورة غير صحيحة الخلطات هاي الخلطات اللي يستعملوها أكثر شيء النساء هيريدون بسرعة يصيرون هاي الخلطات تكون تجارية أغلبها وخلي لاحظ المواطن يعني الدعاية دعاية هاي المنتجات يختارون ممثلين فنانة أو إعلامي ليش الشركة ما تختار طبيب أكيد الطبيب غير مقتنع بهاي الشغلة ولكن كانوا يختار طبيب يعني يسوي لهم دعاية لهذا المنتج فلازم يتوعى المواطن بهاي الأمور أكو بعض المنتجات تنطي كنظارة ورأسا لكن تحتوي مواد استيروديا قد تأثر على المدى البعيد على البشر بشكل عام ثقافة العمليات التجميلية آخذة بالانتشار مما جعل الكثيرين من ضعاف النفوز يتخذونها تجارة لربح السريع مما يتطلب وعيا مجتمعيا وإجراءات حكومية أكثر جدية وصرامة لمحاربتها قناة صلاح الدين الفضائية أسيل نوري تكريت تتابعونا في نشرتنا أيضا كهرباء والأقليم توقع عقدا لإشاء محطة لحل مشكلة الطاقة في كالار وإطلاق حملة وطنية لزراعة نحو نصف مليون شجرة في كردستان وفلسطيني ينفذ عملية على حافلة تقل إسرائيليين في القدس ويصيب تسعة أشخاص وفي مصر الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي و41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غربي القاهرة ومنفذ الهجوم على سلمان رشدي يدفع ببراءته من تهمة محاولة القتل إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان توقيع عقد لإنشاء محطة كبيرة لنقل الكهرباء في قضاء كالار بمحافظة السليمانية بإدارة جرميان المستقلة وقالت الوزارة في بيانا أن وزيرها كمال محمد صالح وقع عقدا بقيمة تزيد عن 18 مليار دينار مع شركة جينفردوس لإنشاء محطة كبيرة لنقل الكهرباء في كالار وأضافت أن المحطة ستعمل على حل مشكلة نقل وتوزيع الكهرباء والحمل الزائد في منطقة القضاء بأكمله وعشرت الوزارة إلى أهمية تنفيذ المشروع مؤكدة أن هذا المشروع سيوفر 165 ميجاوات من الكهرباء لأهالي جرميانا أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بكر تالباني أطلاق حملة وطنية لزرع قرابة 500 ألف شجرة من خلال منحها للمزارعين في الإقليم لمكافحة التغير المناخي والتصحر واجأ ذلك في كلمة لها خلال ندوة لدعم المزارعين أن عقدت في أربيل عاصمة الإقليمة وأقلت تالباني أنه ما دام جميعنا يستفيد من البيئة فلنحافظ عليها ونقوم بخدمتها وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع دعية الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة كردستان إلى أصدار قرار خاص يجعل زراعة الفسائل والأشجار مسؤولية الجميع وأضافت من هنا نعلن منح 250 إلى 500 ألف شجرة للمزارعين وذلك ضمن حملة وطنية للتشجير دعية المحافظات وإدارات المناطق المحلية المستقلة والمنظمات المدنية والدولية والأحزاب السياسية في الإقليم إلى مساندة الحملة أصيب تسعة أشخاص بجروح بينهم أثنان إصابتهما خطيرة جراء هجوم مسلح استهدف حافلة بوسط القدس وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية ومسعيفون وقالت الشرطة أنها أبلغت بإطلاق نار على حافلة قرب قبر دهود وعنصر شرطة طوقوا المكان ويبحثون عن مشتبه به لذب الفرار في حين أفاد مسعيفون بوجود سبعة جرحة اثنان منهم في حال حرجة وأعلنت الشرطة أنها اتقلت المنفذ وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أن منفذ الهجوم سلم نفسه لقواتها بعد ست ساعات من المطاردة وتمت مصادرة السلاح الذي استخدمه في الهجوم وهو مسدس شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطني في المقام الأول وجاء ذلك خلال لقائه الوزراء أثناء أداء اليمين الدستورية بعد الموافقة عليهم بجلسة مجلس النواب الطارئة وصوت مجلس الشعب المصري على تغيير وزاري شمل 13 حقيبة بناء على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقسم لله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الكموري وأن أحتلم التسطور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الكموري وأن أحتلم التسطور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الكموري وأن أحتلم التسطور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ونبقى في مصر حيث قتل 41 شخصا في حريق كبير اندلع بكنيسة الشهيد أبي سفين غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحية أفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونقل بيان الكنيسة عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14 وأفادت وزارة الداخلية في بيانة نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بأن الحريق اندلع الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة وأشارت إلى أن من بين الإصابات ضابطان وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية وأوضحت الوزارة في بيانها أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب في جهازه تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات مثل منفذ الهجوم على سلمان رشدي أمام قادن في ولاية نيويورك حيث دفع ببراءته من تهمة محاولة قتل الكاتب البريطاني الذي لا يزال في حالة خطرة في المستشفى غير أنه تمكن من التفوه ببعض الكلمات وطعن سلمان رشدي عشر طعنات وكان مهددا بالقتل منذ أن أصدر الخميني فتوى بهدر دمه سنة 1989 بسبب روايتها أيات شيطانية ومثل هادي مطر البالغ 24 عاما مرتديا بدلت السجناء وواضعا كمامة في جلسة إجرائية أمام محكمة تشوتوغوا بتهمة محاولة القتل والاحتداء ولم يتفوه بكلمة واعتبر الإدعاء العام أن الهجوم على الكاتب في مركز ثقافي في تشوتوغوا حيث كان سيلقي محاضرة تم التخطيط له وأقام المهاجم بتعني رشدي عشر مرات على الأقل في العنق والبطن ويعيش الكاتب منذ عشرين عاما في نيويورك حياة شبه طبيعية بعيدا عن الأنظار مواصلا دفاعا كتبه عن الحق في التهكم وعدم احترام الأديان بينما هنأت صحيفة جيهان المحافظة المتشددة منفذ الهجوم وكتبت مبارك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم سلمان رشدي وفي باكستان المجاورة اعتبر حزب تحريك لبيك باكستان المعروف بردود فعله العنيفة على ما يعتبره إساءة للإسلام أن رشدي يستحق أن يقتل تستهدف أوكرانيا الجنود الروس الذين يطلقون النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة للإطلاق وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن حوادث متعددة لقصف منشأة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في وقت مبكر من الحرب وقال الرئيس بلود ميرزيلينسكي في خطاب كل جنديا روسيا يطلق النار على المحطة يستخدمها كغطاء لا بد أن يفهم أنه سيصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا إلى ذلك قال مصدر في قطاع الشحن لرويترز أن أول سفينة غادر أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تقترب من ميناء طرطوس السوري وأبحرت سفينة رازوني من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا إلى تذكيري بأولزي وأهم العناوين محافظ صلاح الديني وجه لرعاية بيوت الله في جميع المناطق ويطلع على الاحتياجات اللوجستية لانفوضية الانتخابات العامري يقود مهمة وساطة للتهديئة السياسية ومراقبنا يؤشرون دعما سنيا وكرديا لخيار احترام التوقيتات الدستورية محللون يصفون تظاهرات العراقية بالإستثناء العالمية الأول كونها تستبدل الاحتجاج الشعبي بصراع قوى السلطة والعراق يتعقب أثر خمسمائة إرهابي خطير في سوريا وتطميناتهم بتأمين رواتب الموظفين بعد نهاية السنة المالية شكرا لحسن المتابعة في أمان الله شكرا لحسن المتابعة في أمان الله